اشتركوا في القناة حقوق الإنسان قصف ميليشي الحوت الإنقلابية حي جامع الخير بتاعز والذي أدى إلى استشهاد طفل وإصابة آخرين وأستنكرت في بيان حالة التجاهل الأممي لمدينة تعز المحاصرة داعية المبعوث الدولي إلى الإصطلاع بمسؤولياته وجعل قضية تعز في سلمي أولوياته جددت ميليشي الحوت اليوم قصف المناطق السكانية في مدرية التحيط بالحديدة متسببة بحالة من الخوف في وسط السكان في السياق رصدت القوات المشتركة 112 خرقا حوتيا للهدنة الأممية من قبل ميليشي الحوتي خلال الساعات الماضية وتضمنت الخروقات عمليات قصف طالت عدد من المناطق في المحافظة توفي مختطف في سجون ميليشي الحوتي بمحافظة إب مصدر حقوقي قال إن المختطف المسن محمد علي حسن الأديب 60 عاما توفي في سجن ميليشيات الحوتي في مدرية القفر بمحافظة إب وسط أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب وحرمان من العلاج وأشار إلى أن الضحية الأديب اختطف قبل ثمانية أشهر على خلفية رفضه إرسال أبنائه للقتال في صفوف الحوتي أفادت مصادر ميدانية بسقوط قتلى وجرحة في صفوف ميليشي الحوتي الإنقلابية خلال تجدد المواجهات في جبهة المخدرة شمال غرب مأرب وقالت المصادر إنما لا يقل عن 20 عنصر من ميليشي الحوتي لقوا مصرعهم في مواجهة عنيفة في جبهة المخدرة أكدت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت أن إيران من أكبر الدول الراعية للإرهاب في العالم حيث استخدمت نفوذها الخبيث لنشر العم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وقالت السفيرة كرافت في تصريحات صحفية أن إيران صنعت مأساة إنسانية واطراع ممتد في اليمن عبر نقل الأسلحة لمليشي الحوتي وأشارت إلى أن إيران تصدر الأسلحة إلى شركائها ووكلائها والمنظمات الإرهابية التي تزهزع استقرار المنطقة في عدة دول عربية منها اليمن في انتهاك لحضر الأسلحة الذي تفريضه الأمم المتحدة قالت مصادر تربوية في العاصمة صنعين مليشي الحوتي الإنقلابية قررت استقطاع شرين في المئة من رسوم الطلاب الدراسية في عموم المدارس الأهلية في المدن الخاضعة لسيطرتها وتوريدها لحسابات وأرصيدة قيادات في الجماعة الحوتي وأشارت المصادر لصحفة الشرق الأوسط أن المليشي ألزمت كافة المدارس الأهلية في مناطق سيطرتها بتخصيص نحو عشرة مقاعد مجانية في صالح أبناء صرع المليشيات في جبهة القتال وأوضحت المصادر أن المليشي الحوتي جعلت من التعليم في مناطق سيطرتها مورداً اقتصادياً تمتص من خلاله أموال ومدخرة يمنيين قالت منظمة حقوقية أن تشكيلات المجلس الانتقالية المسلحة تنتهك حقوق الإنسان في جزيرة سقطرة منذ سيطرتها على الجزيرة في التاسع عشر من يونيو الماضي وأوضحت نظمة سام للحقوق والحريات في بيان أن انتهاكات مسلحية المجلس الانتقالي ضد حقوق الإنسان تمثل تداهوراً مقلقاً وانتهاكاً صريحاً للقانونين اليمني والدولية وأشرت سام إلى أنها رصدت طرد معارضين للمجلس الانتقالي من وظائفهم والقيام باعتقال التعسفية طالت العديد من النشطاء والمعارضين للسياسات الانتقالي في الأرخبيل تشف السفير اليمن لدى منظمة الإمام المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو محمد جميح عن مساعر حكومية لتسجيل مدينة مأرب على قائمة التراث العالمية وقال جميح في تغريدة على تويتر إنه بناء على توصية مندوبية اليمن لدى منظمة اليونسكو صدر قرار وزير الثقافة مروان دماج بتشكيل لجنة لإعداد ملف مأرب لتكون ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمية لتضاف لصنعاء وشبام حضر موت وزبيد وسقطر نهاية الموجة دمتم ودام الوطن بألف خير اشتركوا في القناة